بسم الله السلام عليكم ابنانيت عملين ايه النهاردة هنرتب خزانية المطبخ باربع كونتينرز عمليين جدا اثنين منهم من ايكيا والتالت من هوم سنتر ورابع من تارجت اول كونتينر من هوم سنتر وبتحط فيه الاوزانة المتوسطة من اثنين كيلة ونص كيلو زي الماكرونات والشعرية البوكليات واي تسالي ما ارمشت وبتفرغ فيه اكياس الشاي والكورنفليكس والنشا والمكسرات علشان تشوف العبوات الخلفية بسهولة هاتي قطعة خشب سميكة وحطيها عليها في العبوات الخلفية حطي الليبلز اعلى بقرب حفة العبوات وفي العبوات الامامية يمكنك وضع الليبلز في المنتصف ثاني كونتينر معانا من ايكيا بغطة شفاف كده وليه اكتر من حجم هاتي الكبير للاوزانة الكبيرة زي الرز والسكر والدقيق الحاجات تكون غالبا 5 كيلو لو عندك ادراك عميقة ممكن تخزيني فيها كل الاطعمة الجافة زي الصورة تالت كونتينر معانا من ايكيا وده جميل جدا يابنات لتجميع كل الزيوت والسمنة فيه علشان تحافظي على نظافة الخزانة وتلاقي اللي عايزي بسهولة رابع كونتينر منتار كنت حبيته بجد ببطانة سهل تخسليها جمعي فيه اي اكياس مالهاش مكان ومالهاش كونتينر بعد ما تقفليها كويس جمعي فيه المعلبات اعملي الوليبلز بورق مقوة وربطيه بخيط صوف او شريتسة تاني علشان تعرفي ايه اللي بواه مش شرط تستخدمي نفس الكنتينر هات اللي تقدر تجيبيه ويكون متشابه مع نفس الفكرة توحد الالوان على قد ما تقدر او تستخدمي بكتير او لونين ابيض مع لون تاني او بيج مع لون تاني ده شكل تخيولي للشكل النهائل للخزانة اللي عملناها عايزة مطبخك يكون افضل مطبخ اعملي لي سبسكرايب للقناة وتابعيني على الفيسبوك وعلى الانستجرام لو عجبكم الفيديو لايكو لي يا بنات وشايروا مع صديقتكم وشجعوني بتعليقاتكم علشان اجتهد اكتر واجب لكم احدث واجدد الافكار العملية اللي تسهل وجودك في المطبخ وخلي شعارك دايما معي الحياة حلوة بس نظمها بحبكم في اللي